أخبارنا العالمية اليوم زينب الثقامي الثقافية متنوعة بين السينما والأدب يعني بين روسيا وسوريا ومواد مختلفة اليوم عم نكون وصلنا لنهاية جميلة الثقافية أكيد هلأ شو عنا فرح؟ خلنا ننتقل لمحطتنا التالية زينب أكيد محطتنا التالية هي من عالم الطب فليوم المظهر الخارجي صار محور الاهتمام لكل واحد مننا هذا الشي بيبقى بيترك الانطباع الأول وبيعبر بشكل لائق عن شخصيتنا بين الأمور الكتيرية اللي منسعى للاهتمام فيها الابتسامة اللي عم بتكون هي دايماً عنوان لشخصيتنا أكيد حتى نحقق ابتسامة جميلة خاصة عند الأطفال أول خطوة بالنموذ الصحيح للأسنان هو تقويم الأسنان فشو مراحل العلاج بالتقويم وشو هي المراحل العمرية الأنسب لنبدأ بالعلاج معنا اليوم مع دكتور رشاد مرادة نقيب الأطباء الأسنان بيدي ماشي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك دكتور قبل ما نفوت اليوم بتفاصيل تقويم الأسنان ومراحل العلاج خلينا نحكي بالبداية عن المرحلة العمرية المناسبة لحتى يلجأ الطفل أو يلجأوا الأهل لهذا النوع من العلاج لأطفالهم أين تبتنسح فيه؟ هلأ بالواقع شوف المرحلة خلينا نقول أنتوا بتشكركم أول شي لتصليطوا بضوع لهذا المحور اللي هو توقيت خلينا نقول توقيت بدء تقويم الأسنان فيه عندنا كتير ناس مفاهيم عند بعض إذا بتشوفي عند بعض الأهل المراجعين نحنا بالعيادات مشوف دائما بيقلك لا تبزغ الأسنان الدائمة أنا بقول بدنا نصير بنعمل نفكر نعمله تقويم أو لا هلأ هذا مفهوم خاطئ أنت عندك أول مرحلة بتتبزغ الأسنان المؤقتة وبتكتمل القوس السنية عند الأسنان المؤقتة هون يتوجب تعرفي الطفل مسؤولية الأهل الأم والأب والأم بشكل خاص لأنه هي بتكون قريبا منه متابعة تطوره ونموه ومتابعة أموره اليومية وغذائية هلأ يتوجب أنه الراقب على الطفل مثلا شكله الفيس تبعه كيف وشه كيف النمو كيف الفك العلوي وعلاقته مع الفك السفلي كيف وجود الأسنان المؤقتة هلأ بدءا أنا بقول دائما أنا بقول له للأمهات من المراحل الباكرة فينا نعرف أنه يا ترى بده يصير عنا مشكلة أو ما بده يصير عنا مشكلة من خلال مثلا إذا كانوا هلأ في صفات للقوس السنية المؤقتة يعني الأسنان اللبنية بتلاقي فيها صفات يجب أن تكون فيها يجب أن تكون فيه فراغات بينها نعم إذا شفنا أن الأسنان المؤقتة كلها مدروزة درز جنب بعض وما فيه ولا فراغ بينها هذا مؤشر خطير للمستقبل مو خطير كتير بس يعطيكي فكرة فوق بعض الأسنان الدائمة ليش لأنه بس مو بالضرورة لأنه أنت هذا مرتبط كمان بنمو الفكي يعني أنا ساعتها ليش عملك أنت هون مسؤولية الأم ومسؤولية الطبيب أنه نزورها ونعود أنه نزور كل ستة شهر أو يكون لنا طبيب أسنان الأطفال ونحن نراجعه بشكل دوري إذا مو كل ستة شهر خلال أول كل سنة منه لنراقب أسنان لبنية لعند الأطفال وننتبه عليها ونتو شوف حلاجاتها ومنه لنشوف يا ترى هل النمو بالشكل الصحيح هل الأسنان بزغي بمكانها ما هل الأسنان الدائمة موجودة بالعظم من خلال صورة ممكن نعرف أنه يا ترى موجودة هل في غياب المتوقع مستقبلي لهذه الأسنان هل حجوم الأسنان الدائمة المتوقع أن تبزغ هي جيدة وملائمة للفك وهل النمو اللي بده يأتي للطفل خلال المراحل هل النمو سيكون محقق لأن تكون حجم الأسنان الدائمة معروف أنه أكبر بكثير من الأسنان اللمانية وبالتالي إذا صار النمو يا ترى هل ستكون الأسنان مرصوفة بشكل جيد من دون ما يكون فيها متراكبة هل العلاقة بين الفكين هي علاقة صحيحة؟ لأنه أحيانا شو بيصير عنها أنه الولد بيكون عنده بعض العادات مثل مصر الإصباع كثير عنها أمور بلع طفلي في عندك أطفال ما تتغير بلعها بدل عندها بلع طفلي بعمار محددة هلأ هذه العادات السيئة أخيان والأول عادات اللي ما منقدر نتغلب عليها بالمراحل الباكرة هون بممكن بطبيب الأسناء أن يكتشفها ويتعامل معها من خلال أجهزة معينة بسيطة بتكون بالبداية أن يتغلب عليها ولا تشكل له مشكلة كبيرة إذا لم يتم علاج ذلك سيؤدي ذلك إلى خلل بالعلاقة بين الفكين فهي أحيانا منلاحظ نمو مفرط بالفك العلوي أو نمو بالفك السفلي بعيداً على الأسنان بيتلاحظي ورد عنده بروز بالأسنان بالفك العلوي أو بالفك السفلي معنات لأننا لدينا بالتقويم شغلتين شغلة مرتبطة بشكل العظم يعني أنه ممكن يكون العظم فيه خلل نامي العظم أو نامي الفك السفلي أو الأسنان متراكبة أو صغيرة دكتور ردل مشكلتين حلهم بالتقويم اتنتين حلهم بالتقويم وكلما كان موضوع باكر كلما استفدنا من شيء اسمه تعاون الطفل الأجهزة بتكون كتير خفيفة وبسيطة بيكون التكلفة قليلة والوقت قليل مرحلة علاجة ممكن أقل أنت أي مشكلة شو ما كانت تكون لطفل بمرحلة باكرة بتاخد له سنة 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 وشوي وهو الطفل بيكون صغير ومتجاوب ومتعاون بس بتطبيق أجهزة ممكن عفوا بالتعاون مع الأم بكل بساطة وتكلفته قليلة وتحقق قيل الطفل هو بمراحل لسا هو ما فيها عنده هالوعي الكبير لأنه المشكلة بتواجهنا بعدين أنه بتكون تقدمت الحالة وبدأ تصير وقت أطول وتكاليف أكبر والطفل بيكون بمراحل مثلا بالمراحلة المتقدمة أو بخير نقول إذا كل ما تأخرنا ورحنا قربنا نحو الجامعة بيصير هو بيحسب حسابات تجميلية وعلاقاته يعني أنه بيقول لك شكل أدماء نحن أكيد في عنا تطورات وشغلات كتير حديثة وجمالية بس بيصير بيقول لك أنه أنه يا ترى بده أسر على نوع حين الجمالية بصير بيحسبها باتجاه هذا الشيء طيب دكتور خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن مراحل العلاج عند الأطفال طبعا بالتقويم هلا المراحل الأولى دائما هي مرحلة التشخيص وهي أهم مرحلة تقييم الحالة أنت تقييم الحالة فحص سريري وين الأسنان الدائمة موجودة وشو توقعات المستقبلية وصورة تظهر الخليان والمحور الجانبي يعني البروفايل الجانبي للبيشنط للمريض تظهر لك ترى شكله من النوع كيف شكل علاقة الفك العلوي مع السفلي هلا وكيف يترى فيه فك نامي على فك وشو المتوقع للمستقبل وكيف علاقته مع الشفايف والنقاط التشرحية الأخرى على مستوى الحفر على مستوى الوجه هلا هون هدول كل بساطة هدول مكاليفة وكتير قليلة ممكن باستشارة الطبيب أن يضع مثل ما قالت لي خطة علاج بسيطة طبعا في كتير الناس بيسألونا سؤال وكتير مهم أنه مثلا خطة العلاج أحيانا مختلفة يعني ممكن أنا روح لعند دكتور X من الناس يعطيني خطة علاج وروح لعند دكتور تاني هلا أقول أنا المدارس العلاجية في العالم مختلفة يعني ممكن يكون هو مثلا بيعتمد طريقة معينة وفق خبرته للطبيب وفق مدرسته اللي درس فيها في طرد أوروبية في طرد أمريكية في طرد أي مدرسة يعني ما في طريقة صح من طريقة لا مو موضوع طريقة صح من طريقة بنا نقول أنت في أولويات في مدارس بتحط خطط لذلك وفي الطبيب وخبرته ونظرته خلينا بقول خبرته مع الزمن لأنه أنت في نقطة والنقطة الأهم كمان أنا بقول اللي بنضيفها عليها هي أنه صفات المجتمعية تبع كل مجتمع ما يعني صفات المجتمعية يعني نحن مكو مجتمع سوري الصفات تبعنا الأطفال تبعنا لهم صفات معينة الكاريتيريا معينة مختلفة عن الطفل مثلا بالسويد مختلفة عن الطفل مثلا الألماني هناك أحيانا بتلاحزي يكون عندهم بروز مرتبط كلهم بنفس الناس الموجودين بهذه المنطلة لحنا لنا صفات مختلفة هذا الشيء بيخلينا بيأهبنا نحو شيء بيتناسب معنا أحيانا بيجوز عنا طبيعة تعرفي في شيء اسمه كمان الوراثة يعني دائما بتلاحزي بالأطفال السحنتهم بتكون قريبة أما مشابهة للأم أو للأب أو أحد من الطرفين يعني مثلا إذا فيه عندهم بروز ممكن تطلعي على الأم أو الأب تشوفي أنه هذه السحنة أو تضيق القوس كتير كمان ننتبه على نقطة أنه موضوع الرضاعة الطبيعية يعني أنا بوجه للأمهات أنه كتير مهم موضوع الرضاعة الطبيعية بالأعمار الباكر يعني موضوع في كتير ناس بتقولك والله أنا ما بدي ردع مشان ولا ما بدي اجتماعيا أو شكليا أو كذا لا الرضاعة الطبيعية كتير مهم لموضوع نمو الفكين هذه الآلية الربانية الموجودة ويوجدت لتنمو لنمو الفك وتعطي النمو باتجاه العرضي بما يكون القوس مسلسي محدد ومضضيق وبالتالي مؤهب لكل شيء وبما يكون رايح باتجاه العرض والجميل وكذا ساعتا أنت هذا موضوع كتير مهم وأساسي معناها ننتبه عن المرحلة الأولى هي مرحلة زيارة الطبيب التشخيص التقييم الحالة ممكن أنا زور يفضل أن يكون الطبيب مختص لأنه أحيانا نزور بعض الأطباء غير مختصين ممكن يقل لك أخر العلاج أو هلأ موقتها وهذا أنا بقول مشكلة كتير كبيرة ومحط عليها إشارة استفهام وبطلب ومأخر المشكلة أو أجلها دائما لأنه حتى بعادتنا المجتمعية من أجل لبعدين والتأجيل عم يكون عفوا ترحيل المشكلة ويتقدم المشكلة وتصير كل مرة مثل ما أنا أعقد وأعقد المرحلة بعد التقييم ممكن أنا مثل ما أنا اسمع خطة الدكتور X وخطة الدكتور Y وشوف الطفلي ومدى تجاوبه ومدى محبته ويفضل أن يكون المكان قريب لأنه عفوا التقويم مو بس هناك كثير من ناس عندهم اعتقاد أنه بس مركب جهاز والجهاز يمكن يشتغل لحاله لا هناك نقطة الجهاز هو الخطوة الأولى لكن أنت في عندك متابعات خلال عفوا مثلا ممكن تكون خطة العلاج خلال سنة إلى سنتين فممكن أنت عندك زيارة بشهر وسطيا عادة بأغلبية هي أنه في مرة ممكن بالشهر يتوجه بالمريض عن يراجع الطبيب لتقييم وضع الجهاز أو تنشيط الحالة أو تعديل وفق الخطة العلاج الموجود يعني كيف قرر الدكتور توسيع الفك بده يبلش بتوسيع الفك كيف بلش مثلا أنه ازدحان بسيط هناك في ناس ما بدأ توسيع فك في ناس بس الإسلام متراكبة في ناس بس متراكبة يعني في عندك أنت ترجع حالات حالات مختلفة لا يمكن علاجة وتقييم أنه كلا مثل بعض في حالات معقدة بدأ عفوا جراحة زائد التقويم في حالات تقويم زائد جراحة في حالات تاخذ بالمناسبة عشر سنوات متابعة ممكن تكون شخ شفة وبدأ توسيع يعني في عندك كتير أمور أمور متداخلة كما مع تعويضات إذا في فخضان أسنان ممكن تقويم تعديلات تسوية وزراعة بعدين تعويضات بتيجان وجسور تعويضية لكل حالة وعلاج ومدة العلاج بالتالي أنا يتوجب أنه أخذ طفلي وعد أنا والدكتور بعد من قيم الحالة وأسمع دكتور ودكتورين وثلاثة مقلط بعدين أنا بشوف ارتياحي وشوف شيء المتناسب معي وكذلك ما قالت لك مو الموضوع فقط تركيب الجهاز موضوع الفكر طبع الطبيب باتجاه ما هي خطط العلاج مع الزمن وكيف سو يطبق ومعليش ما في مشكلة أن يكون متشارك معه وفهم منه هذا الموضوع تعاون ووجه طفلي لأنه في كتير ناس مثلا من الأطفال الجزء بالمراحل الأولى خاصة أول يومين ثلاثة تعرفي تغيير الجزء بالفم على مستوى حشوة بزعج الشخص يعني أنتي عفوا شيء بسيط الحفرة الفموية كثير حساسة ممكن عفوا شيء بسيط يزعجك قلاع بسيط ممكن يخليك ما تنامي الليل أو تتكركمي أو تنتني عن الشغل كيف على مستوى جهاز دول حطوا الحفرة الفموية في تضاريس وخاصة عند الأطفال خاصة عن الطفل عند الأطفال أنا بشوفها ميزة مو سيئة كلما كان عمر باكر مثل ما قلت لك الطفل بالتهي باللعب والدراسة وما كثير بفكر صحيح أنه أطفالنا كثير وعيين وكثير نشيطين لكن مثل ما قلت لك إذا أنتي الطبيب كانت علاقته مع المريض جيدة النقطة الأساسية كمان هلأ من أكز عليها هي العناية بالصحة الفاموية خلال مرحلة التقويم لأنه يصير عنا شغلة في كتير ناس تحط الأجهزة وما تهتم بالحفرة الفاموية عم تأدي لدمار بالأسنان لأنه إذا لم تنظيف رعاية وفي فراشة خاصة للتقويم ممكن أنت تصير تجمعات كثيرة وفضلات وهذا بين الأجهزة وبين السن وتلاقي أسنان معممة بالنخر وبالتالي أنت خاصة العادات الغذائية لنجب أن نتبع ريام الخلال لأن نأخذ عادات صحية ننتبع تفريج الأسنان ننتبع الوصول ننتبع استخدام الفراشة الخاصة فيها نعطيها وقتنا أكثر من الألعاب وبالتالي هون مثل ما قلت لك بعد دراسة الحالة تشخيصية تقييم وضع المهاجرين يجب بعد ساعة أو خلال نصف ساعة أن أكون بأبرمانة أو بالأموين وبالتالي أنا خلال مراحل العلاج يجب أن أنت بل طفلي أنه يترع يتحسن مو متجهين نحو خطة العلاج يب أن تكون تقدم وليس لآخر رحظة بدأ يطلع شي من الفانوس وتطلع النتائج أنه هيك في ساحرة لا هي خلال مضي يعني خلال سنة في ترضي أنا وعدتك أنه خلال سنة خلال لازم خلال شهرين يكون في تحسن بسيط خلال ستة شهر يكون تحسن ملحوظ خلال ثمانتو شهر يكون شبه الهيكلية موجودة وخلال سنة مثلا إذا كنا موعدين أن نكون نعم وبالتالي أنت يجب أن تتبهي لذلك لأني مو معقولة تقول لي والله أنا ما انتبهت وشلون ما وصلت لشي طيب وانت وين كنت كأم خلال عفوا لفترة العلاج مما انتبهت هلأ أنت صحية ومازم يكون في متابعة من قبل الأهل كمان ومثل ما قلتلك ما في مشكلة أحيانا ممكن بعض الأطفال أو عظمهم ما يساعد بشيء معين ممكن يغير الخطة ممكن عفوا يكون في بنية العظم عدم تعاون طفل ممكن جهاز يتغير لجهاز آخر يكون أكثر مرونة ممكن جهاز خلال المراحل المرحلة الأولى مثلا الرغاء بالعطفلي المرحلة الأولى مثلا توسيع الفك المرحلة بعدين الرصف يعني ممكن استخدام أكثر من جهاز خلال المراحل للوصول للهدف النهائي ليه أخيرا نقول مو بس الأسنان وشكلها انسجام الوجه مع الاسنان الحفرة الفموية بكل الناس بس تنظر للأسنان لا هو الأسنان موجودة صفة واحدة هاي المتعارفة يعني عنا لحنا كثير معطويات مرتبطة بالوجه البروفايل الجانبي كثير موضوع الأسنان والابتسامة والثقة التي تعطيها للطفل بكل بساطة تشوفي طفل مثلا أسنان متراكبة أو أسنان حلوة خيان والأول عنده فقدان سن من الأسنان بتلاحظي منكفئ بيؤدي ذلك لانكفاء اجتماعي منكفاء ضعف شخصية ثقته بنفسه ما عاد يحكي ما عاد يشارك بها رفقاته بده يصير حتى إدعا حتى لو تعالج الأسنان دي بقى عنده هي النقطة والنقص اللي تعود على لا بتجاوز بسرعة تجاوز بسرعة لكن إذا طولت الفكرة ممكن نكتسبها بشخصيته بشكل كامل خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة يمكن أشرت إلي حضرتك من قبل شوي أنه تنظيف على العناية بالأسنان خلال فترة العلاج وتحديدا لما يكون حتى الطفل التقويم وإيضا بدنا نستفسر عن بعد التقويم التنظيف متل ما قلت لك أنني علمت إياها بالمناسبة وأنا شفت عفوا بمدارس في سويسرا وإوروبا وإمريكا الطفل يأخذ فرشايته معه على المدرسة بيأكل صندويشته أنا كنت أشتغل مع الوح ومنظمة الصحة العالمية وشف كنت انتبه دائما كنا ببرامج توعية الأطفال وبرامج انتباه عليهم ومراحل باكرة لماد السادل وهدو بشغوق واو بتلاحظي الطفل بيأخذ فرشايته بيأكل مثلا وجبته اللي هو بيأكلها سواء كانت من خلال المدرسة أو من خلاله هو اللي أخذها من خلال البيت بعدين بروحوا بيفرشوا سنانه لأنه أنت ما بيصير أو لا تأكلي وتضل الأكل على سنانك وعلى لستك وعلى كذا هذا كله الحموضة والموجودة بتأدي للنخور هل اكتساب العادات الطفل بيصير لحاله بيفرشي سنانه بتعلم أنه هاي فرشاية لأله خاصة فيه الفرشاية بتتبدل كل شهرين ثلاثة كمان نحن فيه نقطة الفرشاية بتضل على طول وبيزيتوها وإنما كان ده من النام أنت من النام أنه هي خصوصية أنه ما بيصير تحطها وإنما كان توع وما تهتم فيها الفرشاية التغسل الميازي بيترع مكتر معجون وما يستفيد لأنه لنحن بمعجون الأسنان فيه مادة منعشة يعني مادة بتعطيكي شعور المنعاش مشان تتقبلية لأنه أحيانا انت كتير الناس بيسألون شو أفضل معجون هذا السؤال دائما يقولون المي ممكن هو أهم شي بدون معجون بس إذا فيه معجون مالش بس كمية كتير قليلة نقطة صغيرة لأنه ها أنت الهدف أنه الفرشات تصل لكل السطوح وتزيل هذه اللويحة المعجون مسهل مزلق منعش بيساعدك بيطيكي تقبل بس إذا ما غسلت السطوح ضلت اللويحة والأكل موجود والحمودة منات التفريش يجب أعلمه أنه 3-4 مرات وخصوصا قبل النوم إذا فيه عنده فعالية نخرية للطفل يجب أن يستخدم مسائل وقائية ويجب أن يستخدم مواد سادة للوهاد والشغوخ وينتبه على النقطة كتير بأكد فيها معنى من خلال البرنامج كون أنه العلاج الأسنان المؤقتة كتير ناس تعتقد بمفهومة أنه الأسنان هي لبنية بدأ تزول وأنا سنتين ثلاثة بدأ تروح لا فيه سنان تضل من 4 إلى 12 سنة تخدم 12 سنة إزالة السن المؤقت من مكانه ستؤدي إلى خلال بالبيئة الموجودة فيه ستؤدي إلى الأسنان التي تحت تطلع من مكان لأن أنت الله عز وجل كل شي أعطنا بحكمة وفيه شي اسمه برمجة القلع أو برمجة البزوغ سن فقط لبني هذا سيؤدي بالبزوغ الأسنان الدائمة لا تخرج بمكانها يمكن تخرج من سئلة وهذا بداية يؤدي لتزاحم وتراكب وخلل وعدم وظيفة معدد مشاكل وبالتالي أنا هون أكد على الأسنان معالجة الأسنان اللبنية انتباه عليها صيانتها تنترك كأن هي كحافظة مسافة هي نفسها تحفظ أحسن دكتور يمكننا بهذه النصائح اللي ختمت فيها ووجهت لكل المشاهدين إذا بتحب توجه كلمة أخيرة قبل ما نختم أنا بقول أول شي كل أم اللي الله يعطي كيل عافية جهدك مع الطفل هو أنت عم تصنعي المستقبل من خلال هذول الأطفال لأنهم المستقبل سوريا وكلنا ما نحب أولادنا ونحب نكون الأفضل يجب أن ننتبه عليهم مثل ما أنه أنه بالزيارات الدورية أنا ممكن ستة شهر كل سنة اتباه للتعليم السلوكيات الصحية سواء كانت على مستوى الحفرة الفموية أو على مستوى الصحة العامة يعني الغزاء المتوازن خلينا نقول الاهتمام بالتنظيف والمتابعة الاهتمام بالزيارات الدورية اكتساب الملاحظة على الطفل يترى ترفوسه فموي يترى عنده مشكلة من أنفه ما في مشكلة أنا بزيارات بسيطة ممكن أنا نظم أموري عدل له عادات الطفل إذا مكتسب عادات تعاوم مع الطبيب لزيادة هذه العادات بشكل مبكر لقيت أنه أنا بحاجة هو لخلل أو يجدد مشكلة بالعلاقة بين الفكين أو بالأسنان في تزاحم أو متوقع أنا برؤيتي بسيطة مثل ما قلت لك الام مدرسة والام أنا بعتبره طبيب معنش أنا بعتبره طبيب ومشارك حساسي وتفتح تم الطفل بكل بساطة تطلع هيك وتشوف أنه أكيد عتعرف أنه والله هون في مشكلة والله الصن طالع بمكان غلط والله طالع من جوة طالع من برّة طالع من كذا أنا بكل بساطة مثل ما قلت لك ممكن أستشير الدكتور العائلة خلينا قبل من قول ممكن يوجهني إذا لقيت مرتحت ممكن أنا معنش أخذ الطبيب الأكثر اختصصيا بالاختصاصات وخيارنا استخدام هذا المسترح لأنه لحنا زملاء مميزين مثلا بإخساس طب أسنان أطفال بإخساس تقويم ممكن هدول الناس أنا اتعاون معهم وشوف شو مناسب لطفلي وبالنهاية نحن عفوا بدنا هدول الشباب يطلعوا مميزين حلوين ممتلكين السقة ويبنوا صحيدة قوية ويبنوا سوريا إن شاء الله ويشاركوا بفعالية بمجتمعاتهم أكيد مع هالكلمات يمكن فرح والنصائح اللي وجه الدكتور لكل اللي عم يتعبعونا يمكن هي نصائح كتير مهمة يمكن بتغيب هاي التفاصيل البسيطة عن بعض الأهالي نحن مشكر وجودك معنا دكتور رشاد مراد نقيب الأطباء لأسنان أبي ديمشق شكرا كتير لأي وجودك شكرا لكم شكرا لبرنامج كنوا هالتوعية هاي وشكرا لمجتمعينا في هذا اليوم الصيفي الجميل اللي مناسب للأنشطة هيك الصيفية الحلوة أكيد منكرر شكرنا لك دكتور ونتمنى لك بقية نهار ومتع اليوم عطلة وإن شاء الله يارب تكون عطلة حلوة عليك على الجميع إن شاء الله شكرا